نشوف برضو زملنا كريم أحمد الحقيقة مع كهربا وماذا قال كهربا بعد تأهل النادي الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية ونرجع نكمل مع حضراتكم مرة أخرى بجادة حيلك من جديد كابتن إسلام الشاطر كل جمهور النادي الأهلي العظيم أنا معافة هذه اللحظة بها واحد من نجوم النادي الأهلي الحقيقة اللي يمكن التزام كبير جداً وشو حلوك العادة مجرد رجوع الحقيقة فرق ماشي بشكل كبير جداً قدت اللبسي فيها التزام كبير جداً مش هنفجأ الناس لك أنا أقول معانا محمود كهربا واحد من أهم العيب للأندية الأهلي مبروكك كهربا الروح رجعت والإصرار موجود وكالعادة يمكن التزامك من أول دقيقة تدريب فقط لغير فرصة بتجيلك ربنا يوفقك دعوات الحجة والحجة ليك يعني حاجة كبيرة والسر كبير جداً مبروكك كهربا حلم كبير جداً كاس العالم للأندية الأهلي العيب للأندية بسم الله الرحمن الرحيم بشكرك طبعاً على الكلام الجميل دوت طبعاً وبشكر كلكم على تعبكم معانا يعني الواحد الحمد لله يعني بيسعى وبيتعب وربنا بكافين في الآخر يعني بضيعش مجهودة وضيعش صبري اللي فات لأن تعبت جداً الفتر اللي فات ديت ولولا مستنودة الناد الأهلي والناد الأهلي وجمهير الناد الأهلي طبعاً وزمايل اللعيبة وجاز الفني يعني ما كنتش هذر من مستوى دوت يعني وبشكرهم جداً ودي المعتاد في الناد الأهلي أن الروح اللعبة هي اللي بتكسب على طول يعني وبدعم من الجمهور يعني الحمد لله الفترة كانت صعبة ومهمة جداً يا كهربا لكن التزامك وتركيزك كان مهمة جداً عشان ترجع بالمستوى ده لأن الجمهور الناد الأهلي مستنى كهربا اللي هم عارفينه كهربا واحد من أهم ملاعب الناد الأهلي وأهم ملاعب منتخبنا الوطني السر كان في إيه؟ قولي الفترة اللي فاتت دي قدرت إزاني أنت تلتزمك كهربا جداً والله يمكن أعد علي سبع شهور يعني كانوا صعبين علي قوي يمكن أصعب سبع شهور أعد علي في حياتي من ساعة ملاعبت الكورة يعني دخلت في حاجات كتير قوي ممكن مش بإيدي كان غصباً عني وكان فيه زلم كبير قوي يعني بس طبعاً في الأول آخر طبع عندي حكمة ربنا وبحمد ربنا وأشكره علي حاجة طبعاً بيعملها لي وقربت من ربنا يعني الفترة اللي فاتت دي جداً جداً يعني والدي والدتي يعني دعواتهم وأختي يعني وأخويا كل يوم يدعو لي وكل يوم معايا فيعني كانت حاجة بالنسبة لي كانت صعبة قوي بس الحمد لله قدرت أمر بيها لأنه هو داك العيشي وهي دي وانا معافش عامل حاجة غير الكورة يعني فالحمد لله تعيبت وقفلت على نفسي جداً الفترة اللي فاتت دي جداً وربنا كافيني في الآخر يعني لو ععدت من هنا لحد ما موت يعني هشكر ربنا مش يعني مش هقدر أديله حق يعني ربنا يعني كبير ونصرني يعني في الأداء واللعب وبعد تعب وبعد صبر ومعاناة وضغط وحيات كتير قوي يعني الواحد كان ممر بيها الفاتر الفاتر دي كانت صعبة قوي يعني يعني والله يعني ممكن ما كانش حد يقدر يمر بالله أنا مررت بيه دوت يعني ممكن حاجات صعبة قوي بس الحمد لله في الآخر برضو ربنا كافيني وودينا على قد صبري وتعب يعني كل مجتهد النصيب الأهلي وريال مدريد حلم كبير جداً أول مقابلة رسمية في تاريخ النادي الأهلي عمام ريال مدريد كل الاسكواد الحقيقة وكل التيم حلم كبير جداً الكهرباء شايف المبارلة جايز ازاي وشايف حلم جمهور النادي الأهلي في كاس العالم ازاي يمكن يعني الواحد مبسوط أو فرحان أنه هو زميله وجازف فني بيخلي الجمهور النادي الأهلي يفرح كل يوم والفتر الفادي الأخيرة ممكن أن ربنا يرجعني قبل مطشين مهمين في الكاس والدوري وبعد كده روح على الكاس العالم الأندية فدي بالنسبة لي ممكن كان حلم أننا قبل ما أدخل نادي الأهلينا على الكاس العالم الأندية الحمد لله ربنا بيكافئني وحاجة كبيرة قوي لنا واللعيبة كلها ولنا نادي الأهلي أننا هللعب ريال مدريد في نصف النهائي فبتمنى من ربنا يعني إن شاء الله بإذن الله يعني يدينا على قد اتعابنا ومجهودنا الفتر الفادي كلها ونكسب لنا المدريد بإذن الله لا فيش حاجة بعيدة عن ربنا ولكل مقتهد نصيب أختم معك بجمهور النادي الأهلي اللي قال محمود كهربا هو ابن النادي هو استقبلت ده إزاي كهربا في أول مباراة لأن انت عرف جمهور النادي الأهلي مساند وداعم لكل اللعيبة النادي الأهلي والتحديد محمود عبد المعام كهربا يمكن جمهور النادي الأهلي لو عدت أشكر فيه كتير قوي مش هوفي له حقه ولا هدينهم حقهم يعني أنا بشكرهم وكل جزمة واحد فيهم على راسي هم السند الفتر الفادي كان سند رهيب يمكن حاجة كان بالنسبة لي كبير قوي لأن أنا واحد منهم قبل ما أكون لعب كورة يعني ممكن مش كلام بقولوا في التلفزيون ولا حاجة هم حسين وهم عارفين أنا بشكرهم جدا 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 وبقول لهم لسه عندي كتير قوي أقدموا ليك ورد لكم الجميل اللي انتوا عملتوا معي الفتر الفادي كلها وأنا طول عمري هفضل واحد من أبناء النادي الأهلي وهفضل واحد منهم وبشكرهم قوي 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 بجد على الفتر الفادي كلها الصعبة لعادت علي وهم كان السند الأول والدائم وربنا فروحكم دايما وبحبكم قوي قوي بجد حبيه حبيه أخونا كل الشكر والتدير لنجم نجوم النادي الأهلي محمود عبد المنعم كهرباء اللي بنتمنى له كل التوفيق مع العبتل للنادي الأهلي الروح الكبيرة جدا الموجودة والتضحيات وإنكار الزات هو ده سر النجاح يا رب ان شاء الله بإذن الله توفيق ربنا يكون مع أي لعبة يكون يرتدي تشيرت النادي الأهلي في مباراة ريال مدريد القادمة حلم كبير ومباراة مهمة لكن مش بعيد على كل رجالة النادي الأهلي